موسيقى ادر الفنان فتوح احمد رئيس البيت الفني للمسرح انه يعيد الروح من جديد لمسرح الدولة واستطاع خمان انه يقنع كبر النجوم انهم يقدموا عروض مصرحية وبالفعل تعاقد مع الفنان احمد راتب ومحمد رمضان ومحمود الجندي واخرين وكمان قدم الفنان فتوح احمد مبادرة جيدة وهي عمل الكرنيء السنوي للجمهور وقمته 50 جنيه فقط اكيد كل الامور دي هتبدأ تعيد الجمهور من جديد للمصرح وحاليا بيتم كمان ترميم العديد من مسارح الدولة من اهم المسرحيات اللي قدمت في عام 2013 مسرحية زنقة الرجالة بطولة احمد راتب ومسرحية تقوس الموت والحياة ومسرحية كمان عجايب الزمن اللي قامت ببطولتها الفنانة صفوة تعالوا مع بعض نلتقي بالفنان فتوح احمد والفنان كمال ابو ريا ولا يكلمونا اكتر عن مشاركتهم في اعادة روح المسرح من جديد واحدة الجمهور لي مرة اخرى والله انا وجهة نظري الى الان احنا لسه ما عملناش انجازات لان احنا الفترة اللي فاتت كلها تقريبا كانت حظر تجول يعني ما كانش فيه فرصة لانجازات انما احنا عملنا انجازات ستجنى سمارها ان شاء الله مع بداية 2014 انما جهزنا لحاجات مسرحيات كبيرة وموضوع استقناف برضو يعني الانجاز الوحيد استقناف العمل مسرح القومي تحديث واستكمال مسرح الحديث اللي هم كانوا مقفلين من فترة فان شاء الله يعني ده هيجنى سمارها في 2014 انما اتأسست حاجات يعني حطينا حجر اساس لكذا موضوع منها المسرحات الكبيرة اللي هي بروفاتها بتجري الان اللي حيجنى سمارها ان شاء الله في بداية 2014 انا باعتبال انجاز انجاز لما يطلع للناس يعني لما يبدأ الناس تاخد الكرنية في ايديها وتعمل استمارات روح المسرح لما النجوم اللي احنا قلنا عليهم اللي هم فعلا بيعملوا بروفات وانا واسق انهم هطلعوا ان شاء الله يعني مش هي يطلعوا على المسرح المسحدة تطلع اقدر اقول ساعتها ان احنا قدل انجاز ده يعني بقول لحضرتك يعني فيه انجازات كتير تحط الاساس بتاعها ان ما لسه لم تجنى سمارها ان شاء الله مع بداية 2014 هتجنى سمار كل الانجازات دي من اذن الله فاتوح الحقيقة مكتهد ومخلص في شغل وبفكر يعني عنده رؤية وعاوز حقها انا اعتقد ان يمكن الظروف تعكسه في الفترة اللي احنا فيها دي برضو نظر الارتباك الاقتصادي اللي احنا عايشين والبلد بتعيشه لكن يمكن في المستقبل القريب يبقى ليه مردود المسرح في مصر محتاج اعادي التأهيل من جديد يعني دور العرض محتاجة تحديث محتاجة معايدات اضاءة خشبات المسرح بحتاجة تتطور احنا انا بشوف دلوقتي خشبات المسرح يعني عشوائية خالص بسيطة خالص بامكانيات بسيطة ان شاء الله لما الظرف الاقتصادي يتصلح هيئة المسرح هتوقف على رجليها من جديد لانه المسرح يعني وسيلة ثقافية وتوعوية مهمة جدا للمشاهدين والمسرح كان في وقت منارة ثقافية في مصر فان شاء الله ده هيعود سواء فاتوح كان موجود او غيره ان شاء الله اتجاه الدولة في فترة جاية هيركز على اصلاح احوال المصلح ان شاء الله وصلنا دلوقتي الاخر فكرة في البرنامج واهم التعليقات على شبكة تواصل اجتماعي الفيسبوك و تويتر واول تعليق معانا للفنان ابراهيم يسري صحيح ان الوطن بيمر بمرحلة صعبة لكنه قادر على ان ينهض ويستمر ويأخذ مكانته الطبيعية من جديد يا رب انصر مصر وشعبها بدرية طلبة ندمانة جدا اني اشتركت في فيلم زر في صحي صبري فواس كل حب وانت طيب يا عاطف يا طيب الله يرحمك المخرج احمد يسري لازم تخلق بكرة النهاردة مش بعد بكرة جهان فاضل رحمه الله ضحايا الارهاب الغادر وليذهبوا الى الجحيم الفنان معحمد رجب لازم الواحد قبل ما ينام يبص تحت سريره ويتأكد اني مفيش كنبلة او انت حاري نايم تحت السرير جنات مبسوطة كدا ان اغنية حب جامد تصدر قائمة الاغاني الاكثر بحثا في مصر شكرا لكل جمهوري في مصر شريهان كل سنة وانتوا طيبين يارب تكون سنة سعيدة عليكم ونودع الارهاب نهائيا لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهاردة سنوني كل يوم من السبت للخميس وما تنسوش تبعتلنا على صفحتنا على صفحة كيس بوك وعلى صفحتنا كمان على تويتر ناديا دريم تيفي اشوفكم بكرة وكل سنة وانتم طيبين